بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا الفيديو الجديد منذ حوالي شهر تقريبا نشرت هذا الفيديو وهو عبارة عن سؤال الدكتور محمد المسعري حول مصدر الرواية التي زعم فيها بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سامح ببيوت الدعارة وكان يجمع الضرائب على فروج البغاية كان يفترض أن الدكتور محمد المسعري ينشر مصدر هذه الرواية أو يعتذر هذا هو الطبيعي لكن الدكتور محمد المسعري اختار الطريق الأسوأ وإن شاء الله سأكشف لكم الآن أن الدكتور محمد المسعري لديه ذباب إلكتروني طبعا هذه ليست المطالبة الأولى حتى لا يقول البعض بأنه هذا الأمر لم يمر عليه إلا شهر واحد والرجل يبحث عن الرواية لا هذا الفيديو بعد حوالي ثلاثة أشهر تقريبا من مطالبة على تويتر وهتشوف الفيديو إن شاء الله في نهاية هذا التوثيق لذباب المسعري الإلكتروني ماذا فعل المسعري؟ كان جواب المسعري بأن سلط بعض الحسابات التي تدار بواسطة الصبي النكرة وهذه الحسابات طبعا حسابات بأسماء نسائية وحسابات أخرى طبعا باسم الحزب وهكذا حساب سارة ولارة وبنت الصديق وعائشة ومناصر التجديد ولاشي هذا ومركز التجديد للدراسات والأبحاث كما ترون الآن هذه حسابات متفرقة لكن كل هذه الحسابات مخصصة فقط لحسابي أنا نعم هل تتصورون؟ لما واحد يطلب برواية تقضح في عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصلت كل هذه الحسابات للتشغيب على حسابي بدلا من ذكر الرواية طيب اذكروا لنا مصدر الرواية وبعدين حطوا الفيديوهات اللي أنت عوزنا لكن تدخلوا تشغبوا بدون ما تذكروا مصدر واحد لهذه الرواية فهذه والله فضيحة والله عيب عيب لما يكون واحد زي المسعري يكذب على الهواء مباشرة وأنتم تدافعون عنه في مقابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تستحون؟ ألا تستحي يا هذا؟ ألا تستحي يا صبي من أنك تذهب للتشغيب على حسابي وتترك المسعري ولا تسأل المسعري؟ اسألوا قل له أين الرواية؟ سوت وجهنا هذا هو الطبيعي لكن شوفوا هذه الحسابات وهذا توثيق للذباب المسعري الإلكتروني هذا الحساب سارة تدخل على تغريدات وردود شوفوا كل التغريدات تقريبا على حسابي حساب الشخص هو شوفوا كده نشرت تغريدة عن ترامب هذه إحدى الحسابات التي تدخل للتشغيب على حسابي باسم سارة شوفوا كل التغريدات تقريبا وطبعا هذه ليست صورتي بالمناسبة لكن مش مشكلة شوفوا لم يذكروا لنا مصدر هذه الرواية كل تغريدة شوفوا كل تغريدة يدخلوا يعلقوا عليها طبعا ممكن ينشر أي حاجة كده لكن شوفوا كل تغريدة هذا حساب شؤون عربية نشرت مقال برضو يعلقوا على هذا المقال طيب الحساب الثاني لارا نفس الكلام بسرعة وطبعا هي تغرد من حساب أيضا المدعو يوسف بن مروان وهذا هو النكرة هو الصبي صبي المسعري تغريدات وردود ادخلوا شوفوا نفس الحكاية اهو حساب شؤون عربية ناشر تغريدة تحت على طول مباشرة نفس الحكاية اهو نفس الكلام نفس التغريدات بالضبط كل هذه الحسابات تدار بواسطة صبي المسعري وهذا هو ذباب محمد المسعري شوفوا عائشة هذه طبعا حاطت صورة واحدة وطبعا عامر تويت لحساب مكافح الشبهات لكن خشوا على تغريدات وردود هتلاقوا نفس الحساب بالضبط شوفوا اهو اهو بدل ما يدخلوا يجيبوا لنا مصدر هذه الرواية ينشرون فيديوهات قديمة خلاص موضوع انتهى ولكن ينشرون فيديوهات عبيطة ساذجة تافهة لكن سبحان الله سبحان الذي فضحهم هذه فضيحة بنت الصديق كأنه هذا ما يسمى حزب التجديف الإسلامي مخصص لحساب شؤون عربية والله هذا شيء طبعا يدعو إلى الفخر أنه هؤلاء يخصصون كل هذه الحسابات فقط للتشغيب على شخصي الفقير أنا أعمل وحدي سبحان الله عاملين نفسهم حزب وما طبعا عشر أفراد ولا خمس أفراد وهذا الصبي هو الذي يدير كل هذه الحسابات ندخل على تغريدات وردود طبعا العام المشترك هو المدعو يوسف مروان وأيضا هذه التغريدات شوفوا نفس الكلام ندخل على مناصر التجديد أو التجديف تغريدات وردود شوفوا كده نفس بالضبط بالمسطرة ندخل تاني على هذا الحساب تغريدات وردود نفس الكلام بالضبط طيب أنتوا عارفين لما بتشوفوا بعض التغريدات التي تنشر على حساب هذا النكرة بتشوفوا رتويت رتويت ده كله لجانة إلكترونية 20 حساب ولا 30 حساب تدار بواسطة هذا الصبي ليرى الناس أنه آه والله في رتويت وفي ناس بتعجب بهذا الكلام هذه كلها حسابات واحدة تدار بواسطة هذا الصبي بصوا كل الحسابات مركز التجديف للدراسات والأبحاث ادخلوا سبحان الله مركز التجديف تلاقي أنه مركز شؤون عربية للتشويش والتشغيب شوفوا طبعا هذا الكلام فضيحة كبرى لمحمد المسعري بأن يخصص كل هذه الحسابات طبعا هذه ليست الحسابات كلها ولكن هذه عينات هذه الحسابات كلها مخصصة للتشغيب على حسابي وأيضا لعمل رتويت لتغريدات الصبي يوسف مروان أو ممكن أحيانا محمد المسعري لكن العامل المشترك في هذه الحسابات كلها التشغيب على حسابي هل هذا هو الرد يا محمد المسعري؟ هل هذا هو الرد على السؤال؟ هذا السؤال مطروح من شهر فبراير ولو أجبت على هذا السؤال لأفهمتني وصرت أنا يعني شخص صغير جدا لكن أنك تهرب من المواجهة وتنشر هذه الحسابات وتنشر هذه التغريدات القذرة فقط لأني طلبت رواية تقضح في عمر بن الخطاب وتقول بأنه يبيح الدعارة والزنا ويأخذ الضرائب على فروج البغاية؟ والله هذه كارثة طبعا للناس اللي ما حضرتش الفيديو هشغل لكم الفيديو إن شاء الله تسمعوا وتعرفوا أن احنا طلبنا الدكتور محمد المسعري بهذا الموضوع مرارا وتكرارا اسمعوا منذ شهر فبراير الماضي لم يذكروا لنا مصدر هذه القصة التي ذكرها المسعري حتى الآن يتهربون ويضعون مقاطع خائبة تافهة عندي فضيين يجيبوا مقاطع ويعملوا مقاطع ومش فضيين يجيبوا لنا مصدر هذه القصة التي ذكرها المسعري في لقائه على قناة نبأ اسمعوا ماذا يقول عن عمر بن الخطاب أديك القصة التالية تكون صادمة لك جاء رجل بجزية إلى آخره من المدائن وغيرها لعمر بن الخطاب وعنده مالين قسمين فأعطى المال هذا كذا جيزية كذا كذا طيب فقال هذا قال ما هذا قال هذا حاكم المدائن أو اللي يشرف على أهل المدائن من غير المسلمين أعطاني إياه هذه من مهور البغاية يعني فيه بغاء كان رسمي ويأخذ عليه الدهاق هنا تاكس خلي بالكم كان فيه بغاء وكان فيه تاكس تاكس اللي هي الضرائب يا أخواني الكرام هم طبعا بيتكلموا باللغة الإنجليزية يقول أن عمر بن الخطاب في عهده الوالي الذي كان يدير شؤون غير المسلمين كان يذهب ويأخذ الضرائب على فروج البغاية دا الكلام الصحيح خلي بالكم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمح بأخذ الضرائب من فروج البغاية نكمل الكلام قال له قاتلك الله أتدخل على المسلمين مالا من مغور البغاية ارجعوا إليهن ولم يقول اقتلهن أو قف البيوت البغاء ولم يقول اقتلهن أو قف البيوت البغاء هو دا بقى الكلام اللي احنا طلبنا أين مصدر هذه الرواية بقى لهم أربع شهور بيتهربوا من هذا السؤال سؤال واضح وصريح أين مصدر هذه الرواية يا أخواني الكرام أين مصدر هذه الرواية سألناهم مرة وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ولم يذكروا لنا عارفين قال إيه الولد الصبي هذا صبي المسعري ماذا قال اضحكوا بقى ماذا قال صبي المسعري شوفوا كان رده إيه اسمعوا وآمرتك أن لا تأخذ في الخراج إلى أن قال هنا ولا درهم نكاح ولا درهم نكاح قال الراوي وهو يشرح الحديث قال عبد الرحمن قوله درهم نكاح يريد به بغاية كان يأخذ منهن الخراج أي كان البغاية في الكوفة كما ترى والأثر أما أثر عمر بن الخطاب الذي اتهمت به أن الدكتور سأتيك به بالأسانيد مخرج ومشفع بالأسانيد وحطه أمام عينيك يا دابة الأرض يا كذاب يا دجال اسمعوا يا أخواني هفتح لكم الشاشة شوية الأثر الذي يتحدث عنه في عهد عمر بن عبد العزيز برقم واحد الأمر الثاني هذه الروايات لا ندري ما هو سند هذه الروايات الأمر الثالث هذا الكلام ما علاقة هذا الكلام بعمر بن الخطاب وإن الرواية والقصة التي قالها المسعري عن عمر بن الخطاب معقول أخذ شهرين نشر الفيديو في 19 إبريل أخذ شهرين عشان يأتي يقول لي هبعتلك الرواية بعدين ما تقول لي فين الرواية خبط على المسعري في الباب اللي جنبك خبط عليه وقل له يا دكتور وين الرواية فضحتنا سودت وجهي الله يسود وجهك اقول له كذا انا لو مكانك انا لو انا اناصر شخص اقول له وين الرواية هذه انت فتحك علينا احنا اتبعناك لانك رجل مجدد وكذا وين الرواية يا رجل تكذب تجلس هذه حكاوي اطفال انا لو مكانه والله اقول له هذا الكلام لكن لا يجرؤون يا اخوان الكرام هؤلاء لا يعتقدون ان المسعر يخطئ يعني هؤلاء يجلسون لمدة شهور وبعدين اطلع يقول لي اما اثر عمر بن الخطاب الذي اتهمت به ان الدكتور يكتب ساتيك به ستأتيني به متى يا عم تأتيني به متى بعد ايه يعني انا ارضحنا في شهر مايو انا نشرت الفيديو في شهر فبراير يعني انا الان لو انا كتبت هذا الكلام استطيع اخرجه من كتب لو بيضور في كتاب ولا في مكتب شملة اطلع هذا الكلام اين هذا الكلام قيل اين كان في عهد عمر بن الخطاب البغاية يؤخذ الضرائب والله عيب والله اقول هذا الكلام على فروج البغاية في عهد عمر بن الخطاب نكتفي بهذا القدر يا اخواني الكرام من الفيديو السابق زي ما سمعتم هذا الفيديو في شهر مايو يعني من حوالي شهر تقريبا وكان قبل هذا الفيديو ايضا مطالبه في شهر فبراير والى الان نسأل الدكتور محمد المسعري اين مصدر الرواية وبلاش موضوع الذباب الالكتروني اللي عندك هذا والله هذه فضيحة انترجل شايب وعايب عيب عيب وتعمل اسماء نسائية لارة وصارة وعائشة عيب عيب يعني هذا امر ما عيب في حقق يا دكتور محمد المسعري اتق الله واخرج لنا الرواية او اعتذر خليك راجل اعتذر وخلاص وانتهت القصة قل انا خرفت او انا نسيت او اختلط علي الامر قل اي شيء لكن تبطل هذه الاشياء الصبيانية عيب الذي اشار عليك بان تشغب دون ان تذكر مصدر الرواية او تعتذر هذا الشخص يسبب لك ابلغ الضرر اعتذر او هاد مصدر الرواية وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته